موسيقى موسيقى بس اللي عايزين نحسه من اللعيبة اللعيبة كلها كبار وكلها خبرات حتى لو ما بنعبش بمدرب أساساً اللعيبة اللي بتعمل كل حاجة في الملعب اللعيبة دي أصحاب خبرات بتلعب منتخب مصر عندها حلول هي نفس اللعيبة اللي كان بتلعب وده مع انجولة واتجابونها الحوافز بقى مش لازم من انت تتحط في موقف صعب عشان تستنفر الهمم زي ما بيقولوا ده منتخب مصر مش نادي لسه دوري ونهارده آه بكرة دي مبارات حاسمة توصلك انت كلعيب انك يتخش كاس عالم يا ما تخشش في بعض اللعيبة ممكن ما تلحقش كاس عالم اللي بعده لا ده أغلب الجيل ده من اللعابين نفسنا لعبة الأولمبي اللي بتلعب مع المنتخب الأول دلوقتي أغلبهم ممكن تبع اخر فرصة انت فاهم زي فدي برضو مهمة بالنسبة لمعظم اللعيبة ان انا عايز ألعب كاس عالم عايز النفسي لحتة تانية بنشوف اللعيبة في تاريخ مصر كلها عملت حاجات كتير بس ما لعبتش مثلا كاس عالم بص بتوقع الجيل بتوقع كاس عالم مميزين ازاي لغاية النهارده حقيقي فدي مهمة بالنسبة اللعيبة دي لازم اللعيبة تتحرر لا فيه لعيبة عايشة على كاس العالم على مشاركتهم في كاس العالم فيه كمان نقطة هتدخلنا في موضوع محمد صلاح محمد صلاح احنا مش جايبين الفتوة بقى اللي احنا هنديله الكورة هو اللي خلص يعني انت فاهم ازاي لازم خليني اقول لحضرتك بمنتهى الصراحة وده رأي ناس كتير ناس كتير بتشوف انه محمد صلاح ليفر بول غير محمد صلاح منتخب مصر هو طبعا حقيقة الفترة الاخيرة ما شاء الله طبعا فايق جدا 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 واتمنى انه حالة الفوان دي نشوفها بتترجم مع منتخب مصر لكن فيه ناس شايفة انه صلاح مع منتخب من اول كاس العالم وطبعا مشاركته في كاس العالم كان عنده اصابة واي الاخرى وقصرت لكن من ساعة كاس العالم غيرت النهاردة مش هو صلاح اللي بنشوفه مع ليفر بول لان المعطيات مختلفة ليفر بول كم واحد بيخدم على صلاح طريقة اللعبة نفسها الضغط العالي اللي بتعمل المساحات اللي بتتخلق لصلاح على انه يتفوق ويستفيده من امكانياته الحقيقية في السرعة والمروغة صلاح دايما بيفرغولي الحتة اللي هي الحتة اللي قدام مزلش الغالي اخر الدنيا يدفع الا في بعض المباريات انت هنا لأ انت يما كان كوبر موجود كنا بنكرة اللي طويلة صلاحه صلاح يعاني يجري سبرينتاته الواحده صلاح خطورته غير فيه الاهداف الحاجات البساطة البيانية الاسستات اللي بلعبها للمهاجمين واخد بالك فده دي خطورة صلاح ازاي انت تهيأ له الجو وتساعده احنا كمان دلوقتي بنطالب وكلنا فرحانين بمستوى محمد صلاح وبنقول دلوقتي ان هو بقى مش في مصافة الثلاثة الاوائل ده يمكن اول واحد احسن لعب في العالم ازاي انت تساعده لان برضو من ضمن الحاجات انت كاسفدي ولا انت كلعيبة انا كلعيبة وكمنتخب وكل الناس تتضافر انها تطلع محمد صلاح انت عارف مشكلة ميسي اللي كانت موجودة ان ميسي يمكسر الدنيا ببرشلونة انما مع متخب بلده ما قداش اي حاجة ودي كانت بتقلل شوية من النقط بتاعته لما بيجوا يحسبوا او يختاروا افضل لعب في العالم اشتركوا في القناة